يستعد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواس شريف لتشكيل حكومة تحالف من أجل تسوية المشاكل الهائلة لباكستان بعد فوزه في انتخابات تشريعية تاريخية اتسمت بنسبة مشاركة مرتفعة على الرغم من أعمال عنف متفرقة لكن يبقى على اللجنة الانتخابية تأكيد عودة رئيس الوزراء الأسبق البالغ من العمري 63 عاما والذي أطاح به انقلاب الجنرال برويزم شرف عام 1999 إلى السلطة مع أن هذه النتيجة باتت شبه مؤكدة حسب النتائج الجزئية وقد اعترف خصمه الرئيسي زعيم حركة الإنصاف بطل الكريكت السابق عمران خان الذي أثار حماس الشباب والطبقات المتوسطة بوعده بوضع حد للفساد بهزيمته على مستوى البلاد ومنى حزب الشعب الباكستاني الذي قاد التحالف الحاكم في السنوات الخمس الأخيرة بهزيمة كادت تخرجه من الخارطة السياسية للبلاد باستثناء معقله ولاية السند الجنوبية وهذا الاقتراع تاريخي لأنه سيسمح بانتقال السلطة من حكومة مدنية إلى أخرى بعد إنهائها ولاية كاملة من خمس سنوات للمرة الأولى في تاريخ باكستان التي تشهد باستمرار انقلابات عسكرية منذ ولادتها عام 1947 ترجمة نانسي قنقر